مشاهدين نبقى بالقرب من فعليات هذه القمة قمة المثاق المالي العالمي في العاصمة الفرنسية باريس معنا موفدة التلفزيون المصري ليلى عمر من هناك ليلى جلسة ختامية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها الكثير من التفاصيل اطلعين عليها ونشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نعم نوها ريادة هي مسئولية كانت هذه كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي داخل الجلسة الختامية لقمة المثاق التمويل العالمي هذه القمة الهامة التي جمعت عدد كبير من قادة دول العالم وكما تبعنا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اشار فيها الى مجموعة من النقاط الهامة منها التجربة المصرية في مجال الطاقة النظيفة وحرص مصر على تحقيق التنمية المستدامة لكن بشكل عام كان هناك مقترحات كثيرة في هذه القمة وحديث عن النتائج النهائية كما تبعنا هي قمة اذا تسعى الى مكافحة الفقر وايضا التغيرات المناخية ونتائجها السلبية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحدث عن مجموعة من الاشياء التي تم الاتفاق عليها ولو بشكل مبدئي خريطة عمل من المنتظر ان تستمر من 18 شهرا ل24 شهرا قادما فيما يخص التمويل بالتحديد من خلال تطوير الاليات والهياكل الخاصة بالتمويل في بنوك التنمية متعددة الاطراف وايضا هذه الاليات لابد ان تكون مرنة بحيث تكون متوائمة مع مختلف ادوال وتصلح لانظماتها المختلفة كما اشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى نقطة هامة ايضا وتعهدات 100 مليار دولار هذه المائة مليار دولار هي من الدول المتقدمة من المفترض ان تقدمها للدول النامية والدول الاكثر فقرا من اجل مكافحة تغيرات المناخ بالاضافة الى تعهد سمعنا من وزيرة الخزانة الامريكية التي تحدثت عن 200 مليار دولار هذه الدولارات ستكون مقدمة من البنوك التنموية متعددة الاطراف حتى تتمكن الدول النامية والدول الاكثر فقرا من ان تتعامل مع تابعات قضايا التغيرات المناخية وايضا قضايا اخرى مثل ازمة الروسية الاوكرانية وجائحة كوفيد واثرها السلبية لماذا 100 مليار دولار تحديدا تحدثت رئيسة صندوق النقد الدولي انه هذا قابل للتحديث او ربما للزيادة لكن لابد من بدء اجراءات لتوصيل هذه الاموال للدول النامية حتى تستطيع تحقيق هذا التقدم مقترحات عدة كانت من خلال هذه الجلسة الختمية كما ذكرت ووثيقة عمل بالاضافة الى حديث ايضا عن فكرة العملات الرئيس البرازيلي لولادا سيلفا تحدث عن العملة البرازيلية وايضا لماذا يتم تداول دائما بالدولار الامريكي وسيوضع هذا في الاعتبار في مناقشات في قمم قادمة كان هناك حديث ايضا عن المشكلات التي تعاني منها القرى السمراء وافكار تتعلق بفرض ضرائب على الكربون وعلى الملاحة البحرية وايضا على رحلات الطيران الجوي وذلك للتقليل من انبعاثات الكربون التي لها اثر سلبي فيما يتعلق بمكافحة التغيرات المناخية نقاط عدة رصدت من خلال هذه القمة الهامة التي ضمت عدد كبير من دول العالم لكن المحصلة النهائية هي قمة تسعى لمثاق تمويلي جديد في محاولة لهيكلة الديون وتقليلها من على الدول التي تعاني من تبعات هذه الديون ودعوة لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتطوير الاليات والنهج الخاص بهما الذي اصبح لا يتواكب مع مقتضيات العاصر في اطار اتفاقية تم توقعها منذ ثمانين عاما تقريبا لم تعد تصلح لما تجابه الدول الآن وسيكون هناك بالتأكيد عمل على الاقراض في هذه البنوك وكيفية تقديم الاموال للدول التي تحتاج الى ذلك من الدول النمية نوها كنت تتسألين عن نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي هو كان حاضرا في هذه الجلسة الختامية بالكلمة الخاصة به التي يوجه فيها شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي نوها وأكد على نقطة هامة وهي أن الدول الافريقية حتى لو كانت متقبلة أو متلقية لبعض هذه الاموال والمعونات فعليها بشكل أساسي أن تكون محركا فاعلا ألا تكون شاهدا فقط لكن عليها أيضا أن تقدم أفكار لتساعد على تحقيق التنمية المستدامة وأن تتعاون مع الدول المتقدمة حتى تستطيع الخروج من أزمتها المختلفة وتحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 على هامش القمة التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بوزير المالية الفرنسي تناولت هذه المباحثات العلاقات الاقتصادية والتنموية بين الدولتين بالتأكيد وأيضا كيفية استثمار هذه الشراكة المصرية الفرنسية وتواجد الشركات الفرنسية في مصر لتحقيق أقصى استفادة للاستثمار المصري والاقتصاد المصري كان للرئيس أيضا لقاء خاص مع رئيس جنوب أفريقيا سيرل رامافوزا تناول فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز ما جاء ومنوقشا خلال هذه القمة التي بدأت فعليتها بالأمس وهي اختتمت منذ قليل بمؤتمر صحفي ضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأيضا رئيس كينيا ورئيسة صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي إلى كينوها كفيتي ووفيتي ليلى عمر زميلتي من العاصمة الفرنسية باريس شكرا جزيلا لك